وضفتنا الدكتورة نتاشا باج أخصائية التغذية العلاجية صارت موجودة معنا بالستوديو ونحكي عن مقاومة الأنسلين نيسعد صباحك دكتورة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتورة نتاشا نحن تحت الهوى غطينا أكثر من الموضوع بخير بداية نعرف للمشاهدين عن موضوع مقاومة الأنسلين كتعريف وكمان بنفس الوقت عن الأسباب عشان نفع موضوع مقاومة الأنسلين لازم نعرف تعريفه مقاومة الأنسلين ببساطة أنه إحنا بس ناكل سكر لغلوكوز بروح للدم اللي بيفوت لغلوكوز على الدم هو الأنسلين لسبب طبي غير معروف ومش عارفين لليوم ولا أثبته بيصير الأنسلين ما يركب على المستقبلات لبر الخلية يعني يبطل يقدر يأدي دوره إن يفوتها لغلوكوز على الدم على الخلايا فبيصير السكر يعلب الدم بيصير البنكرياس يطلع كمان أنسلين محاولة منه أنه يصرف هالغلوكوز اللي صار بالدم لأنه ما بيصير يضلوا بالدم فبيصير يرتفع الأنسلين كمان بالدم وهون تبليش مقاومة الأنسلين إنه الأنسلين بطل يشتغل شغله صح إنه يفوت هالغلوكوز على خلايا الكبد والعضلات وخلايا الدهون نعم طب هل انتشار الأنسلين؟ للأسف منتشر جدا وأنا كتير سعيدة بهذا الطرح اليوم لأنه انتشاره بين صغار وكبار وسيدات ورجال ونساء بطريقة منتشرة جدا بعالمنا الحالي والحديث على مطحياتنا اللي تغيرت على مطحيات الصغار الكبار كله تغير وحتى نوعية الأكل لتغيرت فصار منتشر كتير أسباب مقاومة الأنسلين نحكي بهيك شكل بشكل مفاق أكيد أول شيء زي ما حكينا سبب الطب المباشر مش معروف إلى أنه في عوامل حياتية كتير بترفع فرصة الإصابة بمقاومة الأنسلين أول منها السمنة السمنة ومحيط خسر عالي من أهم أسباب مقاومة الأنسلين في العام الوراثي طبعا أكيد موجوده ما نقدر ننسى قلة الحركة هدول أهم عوامل مقاومة الأنسلين فيه كمان شغلات تانية زي مثلا التوتر العالي أنواع الأكل اللي منعكلها كثرة أكل النشويات البسيطة السكريات الوجبة يعني النظام الصحي الغير متوازن وكمان فيه بعض الأدوية مرات ممكن تسوي حالة مقاومة الأنسلين يا مؤقتة دائمة زي الكورتزون يعني إذا أخذنا فترة طويلة من الأدوية اللي ممكن تعمل لمقاومة الأنسلين وحتى أدوية الضغط بعض أنواع منها بتسوي ممكن تأدي لمقاومة الأنسلين يعني هيك بإختصار لازم إحنا ندير بالنا على أسلوبنا التغذوي أكيد لأنه هو جزء مهم من موضوع مقاومة الأنسلين طب خلينا نحكي هل العوامل الوراثية بتلعب دور بهذا المقاومة نعم إلها عوامل بس الفكرة أن الجين دايما ممكن يكون موجود عندك حياتك يا بتحفز هالجين يشتغل ويسوي لك المرض يا لا عشان هيك منحكي أنه هي 50 دايما حتى للسكري الضغط لكل حدين ما تحكي أنه أنا مثلا عندي بالعيلة ضغط سكري أنا أكيد رح يصير معين لا بالعادة 50% فيه احتمال أنك تقدر تسيطر على هذا المرض وما يطلع عندك من العوامل الحياتية نعم هل هناك عمر معين عندما يكون السبب عامل وراثي يظهر بالشخص نعم على كبر يعني بعد 45 سنة نعم نعم نقدر أنه نقول أنه السبب وراثي معظم الأحيان نعم طبعا تراكمات يعني هي ما منقدر نفصلها تماما بس منلاحظ عشانك ما بحكوا فيه سبب طبي مباشر منلاحظ إذا اجتمعت كذا عامل ما أتم نخافع حالا من مقاومة الأنسولين طيب دكتورة نتاشا هيك يعني بالمجمل هل في هناك أعراض ممكن تدل الشخص أو إشارات من جسمه أنه في عنده مقاومة إنسولين فلازم يلجأ للدكتور للفحوصات معينة ولا هو صامت فجأة بيكون المضاعفات خلص يعني خرجاته خربته بالضبط بالجسم وبعدين وصلنا لمراحل أخير رفيه ولا لا هلأ بالبداية مقامة الأنسولين دائما تكون صامت لماذا؟ لأنه الإنسولين بس العالي مش قلنا أول شي ما بتبلش الأعراض تبين غير لما يصير السكر كمان عالي بالدم كتير يبطل البنكرياس يلحق على السكر هذا هون تبلش الأعراض تعب خمول مرات بيحكوا عنها بريم فوق اللي هي الضبابية بالتفكير كترة روحة للحمام هاي من الأعراض اللي ممكن تبين بس نبدأ رحلة متأخرة إحنا بالعيادات مع أنه يعني ما بنقدر نحكي إنها هي أعراض كتير أكيد مثبتة بس منشوفها كتير بعمل دايت ما بنزل وزني بروح بعمل فحص مقامة الأنسلين ممكن كتير ألاقي عندي مقامة الأنسلين طبعا مع وجود سمنة مع محيط خسر عالي وقلة حركة بس شوف كذا عامل عند الشخص بسير أشك بقول له شو رائك نشوف دكتور غضة صماء خلينا نطلب منه ونسأله عن هذا الموضوع هو طبعا بيشخص كمان كترة أكل الحلويات يعني بعدين فيه مثلا مرات بيصير حوالين العنق أو تحت القط ألوان غامقة بيصير لون الجلد غامئ وفيه زوائد لحمية هاي أعراض دليل أنه أنت صلك زمان معك مقامة الأنسلين وبلش يبين أثر الأنسلين العالي على الجلد كترة فيه كمان أشخاص بيطلع لهم بقع على الجلد بقع هاي البقع بتكون مثلا المرض صار من فترة معه بوقت منتشر اه زي ما حكينا يعني الجلد يتغير أو اللون يتغير هذا صلك زمان أنت الأنسلين عالي عندك والسكر كمان عالي عندك طيب دكتور أطفالنا يعني بنشوف كتير أطفال بالعيادات عشر سنين صحية صحية تكون عندهم سمنة مفرطة تكون عندهم مرض السكر يعني نزعل نزعل لما نشوف بعضهم بأول حياتهم وعندهم هالمشاكل صراحة بيزعل بس بتعرفي شو هو جاي من حبنا المفرط للأطفال من نحبش نحرمهم وأكلنا صار يعني نعترف أنه صار خبايص بس لصغار مشكلتنا أنه إحنا ما منقدر نحك للطفل لا دايما ونشفق عليه كأم أو كأب أنه حرامنا ونحرمنا بس فعليا مدى انتشاره بعمر تسعة وعشر سنين صار مخيف الصراحة يعني صار كتير منتشر فأنا بحب يعني أن الأمهات يتوعوا لموضوع أولادهم وبناتهم لأنه فعلا صار يعني منتشر بطريقة جدا تقولي يا دكتوريا بالنسبة للموضوع الأطفال الأهالي حتى المكافآت أكل يعني يعني أنا اليوم بدأ أخذ ابني بدي يلا بدأ أخذك تامل شوپينج سبير ماركت يلا بطيك شو بلاطة بطيك شكرا يلا نأكل أكل جاهز فيعني هذه الثقافة المجتمعية صعبة ولازم صحيح نحن ما عم نحرمهم بالعكس خلينا نأخذ منحنة آخر من المكافآت نوع تاني صحيح على المدى البعيد ما نندم أنه نحن نكافر هو هذا اللي بيسير أنه الأم بتكون مثلا نحبها للطفل أو الأب مرات أنه بدلله بهذه الأشياء لما تبلش مقامة الأسين تبين عنده بيجي مددايا الولد مددايا يعني مرحلة متأخرة ماشي الحال يعني ممكن إحنا الطفل ما بدنا نحرمه منيح بس خلينا 80% بالوقت دائما بقول لهم للأمهات والأولاد التزم بنظام صحي لعب الرياضة بشكل يومي رياضة جدا دير بالك على أكلك وخلي هال 10% بالويكند لما نطلع لنا نشتري له إشي معقول حبة وحدة هيك شوي بيكون ماسكين العصايب النص يعني إحنا باختصار بنقول أنه إدارة مقاومة الأنسلين ما قبل الإصابة وأثناء الإصابة ومع بعض الإصابة مسؤوليتنا نحنا مضبوط بس أنا بحبة عن العلاج أحكي كمان ضروري كتير نعرف علاج ثلاث أشياء هو مثلث رياضة أهم سبب الحركة بتقلل مقامة الأنسلين بطريقة فضيعة بالدراسات مثبتة أول إشي رياضة بدك تمرين هوائي وتمرين مقاومة التينين مع بعض منروح للحمية الحمية ما في حمية معينة مثالية لمقامة الأنسلين أي حمية بتقدر تستمر عليها فترة طويلة هي حمية مناسبة لك هاي القاعدة العامة أنا ما بقدر أستمر على هذا النظام ما أبلش فيه أصلا فالحمية اللي بتنزلي وزني من 5 إلى 7% بتحسن مقامة الأنسلين تقريبا أنه بتخفف أنه يتطور مقامة الأنسلين تقريبا 50% أو 50% فتلك تخيل أدرش ضروري الحمية إحنا منحب الصيام وتقطع منحب لحمية قليلة النشويات هذا إشي أكيد وبالأخير الآخر علاج هو طبعا الأدوية والمكملات بصراحة ضروري متى ما تشخص الواحد مقامة الأنسلين يعني بالبداية ممكن يحاول بيحمي برياضة بس بعدين رح ناخد المتفورمن اللي هو المنظم السكر وفي كمان مكملات غذائية ممكن تاخد تساعد مقامة الأنسلين إذا المريض ما هنتبه على صحته شو المضاعفات اللي ممكن تصير من مقامة الأنسلين كتير مهم هذا الموضوع صحيح إحنا مقامة الأنسلين نحكي عنها إنها هي صامتة بس هي مقامة الأنسلين المرحلة ما قبل ما قبل السكر يعني إحنا نحكي دائماً عنا مقامة الأنسلين مرحلة ما قبل السكر اللي هو بيسمها بري دايبيتس وبعدين السكر النوع الثاني ممكن يوصل لتنبحة صغرية نعم هذا هو المهم يعني إحنا مقامة الأنسلين ومرحلة ما قبل السكر مرتبطين بالضغط مشاكل القلب والشريين مرتبطة بالكانسر مرتبطة بكتير أمراض لأنه شو اللي بيسير مقامة الأنسلين أصلاً جاي إنه عندنا دهون عالية بالجسم بالعادة بتكون الدهون العالية بتعمل حالة من الالتهاب بالجسم وهذا الالتهاب بالجسم العالي هو بيبلش يعمل للمشاكل الأيضية كلها اللي هو المتلازم الأيضية فهو صح إشي أنا ممكن ما أحسه بحياتي اليوم إنه أنا عندي مقامة الأنسلين بس فعلياً جسمي بيكون إذن نحكي باستصرخ إنه بليز دير بالك على حالك ننتبه اعمل بركات شوية نغير نظام حياتنا ونرفع الحركة في حياتنا أعرفي بكتور نتاشى لفتني انتباهي لشغلة لازم هيك ناخدها بعين الاعتبار والمشاهدين يركزوا عليها لما بيروحوا النص بيروحوا على السبير ماركت يعملوا يمونوا بيروحوا على السكشن اللي فيها مثلا زيرو كارب زيرو شغر ويجيبوا كميات وداما يعتقدوا أن الأشياء اللي بتكون محطوط عليها أنه ما فيها سكريات أنه هي الأنسب ويقدروا ياخدوها قد ما بدهم لكن نحنا هي حلقة نفسها بتدور بترجع نفس نحنا زيرو شغر فيها كالوري الكالوري رح يزيد الفات الفات فهذه الدائرة كتير مهم أنه الإنسان يكون عنده واعي وثقافة فيها بدنا هيك رسالة منك مهمة للأهالي بما أنه اليوم كل المدارس حكومية وخاصة داومت في عنا لنش بوكس بيروح مع الأطفال ووجبات لازم تتأسم وثقافة مجتمعية لازم نتحلمها جميعا رسالتي للأهالي أنه خلينا ننتبه أولادنا قبل ما نوصل لمرحلة من صف العلاج متشعب يعني بين أدوية سكري على أدوية تكيس مبايضة على أدوية تانية هاي أول رسالة رسالة تانية نظامه ننفع الطفل أقول له أنت ما تأكل أنا كل يوم أجيبك نافرة على البيت مثلا صحيح كل البيت بده يتغير مع هالطفل وحتى عشانك كمان إحنا مش بس نحكي عن الأطفال بس ليش نحكي دائما عن الأطفال إنه حرام خلينا مسكهم هلا أنديبن عليهم لينبوا لأفراد صحيين ومشاكلهم الطبية قليلة موجود آه موجود منتشر آه منتشر اللونش بوكس سندويشة مش دائما لازم حمام شكل بالخبز خليهم يتعولوا مرات خبز أسمر مرات خبز عادي حط لهم خضار ثلاثة أرباع اللونش بوكس حبة فواكه العصير يكون من غير سكر مضاف بلاش مثلا الحليب اللي فيه سكر عالي أو إشي يعني انتبه على مكونات السكر بكل وجبة ابنك بيأكلها خليها مرة بالأسبوع إشي حلو معظم الأكل للطفل هيك بتقدر كتير تسيطر حتى من غير ما يعني بالعقل اللاواعي بصير الأم تتعلم كيف تعمل الأكل والولد رح يياكل اللي بتحطيله إياه بالأخير صحيح عوال الأخير شريتي له أكل ما شريتي له ما أكل صحيح يعني هو بنا نمسك شوي شوي العصايم النص ويعني نحمل لولاد قدر الإمكان ونشركهم كمان مرة عشان نأكد برياضات قدر الإمكان يلعبوا رياضة بشكل أسبوعي والله يحمي الجمع أكيد نشكرك شكرا لكم شكرا على كل هالنصائح الحلوة الله يزيدكم شكرا لكم شكرا لكم تعرفي هيبا في شغلة تعلمتها زمان لما كان ابني كتير صغير من شخص يمكن دائما الكلمة هيك بدور براسة إنه أهم إذا علموا لأطفالنا يحبوا أجسامهم إذا حبوا أجسامهم هم لحالهم يبطلوا يأكلوا سكر كتير يحبوا الرياضة بيصيروا لم يطلعوا على حالهم بالمرأة يكونوا مبسوطين وفي رضا بنفسهم فهذه يمكن الرسالة بدي أبعثها لكل الأمهات اليوم عن جد فرج وولادكم قد جسمهم مهم وصحتهم مهمة وطاقتهم مهمة وخصوصا من خلال المدرسة لأنه بالمدرسة في حركة في حصص رياضة في أكتفكي بقدروا يعملوها ونتمنى أكيد السلامة للجميع رح نتلاع اشتركوا في القناة